السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي مرحبا بكم في هذا الفيديو وكنتمنى من الله أن الجميع يكون بخير وفي أحسن الأحوال اليوم في هذا الفيديو إن شاء الله أصدقائي غد نتعرف على توقيت الموعد المباراة الأهلية المصري والعين الإماراتية برسم الدور الثاني من كأس الأندية للقارات أو المباراة اللي غد تلعب اليوم إن شاء الله بالقاهرة كذلك سوف نتعرف على القناة ناقلة وتشكيل متوقع إن شاء الله لهذه المباراة ولكن قبل أن ندخلوا أصدقائي في التفاصيل كنتمنى منكم تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس كذلك أصدقائي كنتمنى منكم تخلونا لايك هذا الفيديو واللايك ديلكم هو اللي يحفزنا ويجعلنا نجيبه فيديوهات آخرين إذن أصدقائي اليوم المباراة من العيار التاقيل سأجمع إن شاء الله بين الأهل المصري البطل للإفريقيا والعين الإماراتي بطل لآسيا برسم الدورة الثانية من كأس أندير القارات أو كأس انتر كونتيننطال المباراة ستلعب اليوم إن شاء الله يوم التولداء 29 أكتوبر 2024 المباراة ستزرع إن شاء الله على الساعة السادسة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس والثامنة بتوقيت مصر والسعودية والتسعة بتوقيت الإمارات بالنسبة لقنوات نقل لهذه المباراة فالمباراة سوف تنقل مجانا عبر قنوات On Time Portal مصرية بتعليق المعلقين مؤمن حسن محمد عفيفي وخليل البلوشي وكذلك سوف تنقل على قنوات MBC مصر بتعليق المعلقة فارس عوادة وفادلاتيبي كذلك سوف تنقل عبر الأنترنت أو بالأحرى عبر قناة أبو ضابي على اليوتيوب بتعليق المعلق عامر عبدالله بالنسبة لنادي العين الإماراتي فقد تجاوز في الدور الأول نادي أوكلاند سيتي بعد الفوز الصاحق عليه بستة أداف لإثنان كان حينها تعلق اللعب المغربي صوفيا راحيمي بعد أن سجل تنائية رائعة في شباك أوكلاند سيتي المباراة التي جمعته في نادي استاد هزاع بن زايد بنادي العين الإماراتية بالنسبة لتشكيل الذي من المتوقع أن يدخل به المدرب السويسري مارسيل كولر في حراسة المرمى محمد الشناوي في خطة دفاع يحيى عطية الله ياسر إبراهيم رامي ربيعة وكمال وكمال عمر عبدالواحد بالنسبة لخطة الوسطة عمرو السولية مروان عطية إمام عشر بالنسبة لخطة الهجوم حسين الشحات وريد السليم ووسام أبو علي بالنسبة لتشكيل نادي العين الإماراتي بقيادة الأرجنتيني كريسبو فسيدخل في حراسة المرمى خالد عيسى وفي خطة دفاع بندر الأحبابي كاردوسو كوامي أوتوي وإيريك جورجيت بالنسبة لخط الوسط إليخاندرو كاكو بارك يونغ عبد الكريم طراوري ومحمد عباس أما بالنسبة للهجوم فسيدخل المدرب بماتياس بالاسيوس وسوفيان راحيمي إذن أصدقائي كندا وتوقيت موعد مباراة الأهل المصري والعين الإماراتي برسم الطور الثاني من كأس العالم للقاراة أتمنى هذا الفيديو أنا أعجابكم لا تبخلوا علينا باشتراك في قناتنا هذه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة